إيه المشكلات اللي بتواجهنا إحنا بتواجهنا كأباء وأمهات لما نيجي نحاول نحل مشكلة زي مشكلة الكذب عند الأطفال أول وأهم مشكلة استخدام التخويف والتهديد يعني إيه؟ يعني إن إحنا نهدد الطفل ونخوفه بإنه إذا ما بطلش كذب إحنا مثلاً هنعمل فيك ونسوي وأحياناً فيه أمهات وأباء بتاخدهم كده الجلالة يعني ويشطحوا قوي في تخويف الأطفال بطريقة كبيرة جداً جداً يعني لو ما قلتش إيه مين الكسر البتاع دي ده إحنا هنعمل فيك ونسوي ويبقى كلام هو لكن الطفل طفل صغير يخاف أو فيما يعرفها بيبقى ده كارسة فتلاقي إن الطفل يا إما إن هو ممكن يعمل رد فعل غير متوقع على الإطلاق يعني ده فيه أطفال حتى بتهرب من البيوت بسبب التخويف يعني ما بيكونوش لسه تعاقبه بس بسبب الخوف تمام؟ أو إنه الطفل بيبتدي يجذب أو يدور على كذب جديد علشان يخرج من هذا المأزق اللي هو نتيجة إيه؟ نتيجة إن إحنا حطنا تحت ضغط جبير جداً من الخوف أو التهديد كمان من المشاكل اللي بتواجهنا لما نيجي نحل مشكلة الكذب إن إحنا نحط الطفل في مقارنات دائمة يعني إيه؟ يعني ما نرش نقول له مثلاً إيه؟ شفت ده أخوك عمره ما يجذب ده أختك دي عمره ما تجذب أنت وحي أخوك بش عارف إيه ده زميلك فلان ده جارك كذا 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 هنا الطفل بيشعر إن زميله أو جاره أو شقيقه أو شقيقته هو مقتنع إنه زيه زيهم فلما بنعمل استرس أو بنعمل تركيز قوي على إن الآخر ده عمره ما عمل الحكاية دي الطفل بيشعر بالضعف الله أمل أنا ليه اللي بجذب ويشعر باليأس بيبقى خايف وعد كده إنه هو مش هيقدر إنه هو يتوقف عن الحكاية دي فمن فضلكم توقفوا عن المقارنات اتعاملوا مع طفلكم فقط تمام؟ برضو من المشاكل بقى مش التهديد بالعقاب لا العقاب بقى المفرط وتحديدا عند حاجة سواء حتى العقاب المفرط أو العقاب العادي بس تحديدا عند حاجة معينة عند اعتراف الطفل بالخطأ وتحديدا شوفوا أنا عملها أقولها هو بقى بالتفصيل لما نقول للطفل إيه الشيء الفلاني وكذا وكذا طب قولوا مش هنعمل لك حاجة والحكاية دي أحيانا بتحصل في المدارس وكتير أحيانا بتحصل في البيوت طب قول بيبقى عندنا رغبة أو فضول إن إحنا نعرف أصل الحكاية أو أصل القصة خلاص فنقوم نمهد للطفل ونديله حاجة وإحنا مش قادرين عليها فنقول له إيه طب قولوا ما حدش يعمل لك حاجة فالطفل يقول هو يقول إنت إزاي تعمل كده وإنت مش عارف إيه ونبتدي نعاقبه هذا الأمر يا جماعة يؤدي إلى إن عدام ثقة الطفل فيه جدوى الصدق من أساسه يعني هو جرب الصدق وقال دي قال الصراحة هو وما قالش الكذب جيه عليه بإيه جيه عليه بعقاب وتوبخ ولوم وتأنيب بقول لكم آية إن كان بقى سواء عقاب عادي أو عقاب مفرط فدي حاجة مهمة أوي إذا قلنا للطفل قولوا مش هنعمل لك حاجة ولو قال فعلا الحقيقة التزموا بكلامكم أرجوكم ما تهزوش ثقة الطفل في مبدأ الصدق في حد ذاته لأن إنتوا شخصين بتبقوا كذبين من غير ما تبقوا عارفين آسف يعني بس إنتوا لما بتعملوا كده إنتوا هو جذبتوا تمام كمان من المشاكل اللي بتوجهنا اعتبار أن الأهل يعني أو اعتبار الأهل إن كذب الطفل ده هو دليل فشلهم في التربية يعني الأم ولا الأب سواء هم نفسهم بيحسوا بكده أو الأب بيلوم الأم أو الأم تلوم الأب يعني يبتدوا يرموا الحكاة على بعض اللي هو بمنطق إيه ابني كذب يبقى أنا أم فاشلة ابني كذب يبقى أنا أب فاشل لا ابنك كذب فيه أسباب نرجع للأسباب اللي قولناها كلها مالاوش علاقة بالفشل ممكن يكون فيه مسئولية مشتركة وممكن يكون فيه حاجة أنتم باخدتوش بلكوا منها بس مش دلالة على الفشل فيقوموا الأم والأب اللي بيعتبروا إن كذب الطفل دليل على فشلهم هم بيلجأوا للضرب والترويع وده بيزود المشكلة زي ما قلتلكم مش بيحلها كمان من المشكلات اللي بتواجهنا في مقابلة موقف الكذب عند الأطفال الشك الدائم في الطفل حتى بعد إصلاح سلوكه يعني لو الطفل اشتغل على نفسه أو عمل اللي عليه وخلاص ما بقاش يجذب تلاقي أم أو أب بقى يقولك إيه أنا برضو احتياطي هحسسه دايما أنه كذاب أقوله لا أنت كذاب ده ما حصلش الحاجة الفلانية يجي يقولك مثلا يا ماما ده أنا رحت مش عارف أعمل الحاجة الفلانية كنت بصور مش عارف إيه ولا بجيب الحاجة الفلانية رحت مع صعبي وارجع لا أنت كذاب أنت عملت حاجة تاني خلاص وكأنهم طبعا الأمات والأباء اللي بيعملوا كده متصورين إيه أنه هم لما بيحطوا الطفل دايما تحت ضغط ده هيخليه ما يجذبش الحقيقة لا أن الطفل في الحالة دي بيبقى مش كاذب فعلا وبيكون سلوكه سوي وبيكون هو صادق فده بيمثل زي ما قلتلك ضغط جبير جدا جدا على الطفل اللي ده رجل أنه يقول طب خلاص هجذب بقى طب ما كده كده ما حدش مصدقني موسيقى